أحمد ماضي أبو العزايم رئيس مؤسسة اللواء عصام الدين ماضي أبو العزايم للتنمية وحقوق الإنسان هذه المؤسسة هي إحدى 12 مؤسسة من منظمات المجتمع المدني المصرية إضافة إلى النقابة العامة للمحامين واتحاد المحامين العرب رفضت الوطنية للانتخابات السماحة لهم بمراقبة الانتخابات الرئاسية المرتقبة نهاية شهر مارس آذار المقبل أبو العزايم لم يخفي ضجره من رفض الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية طلب مؤسسته الحقوقية مراقبة تلك الانتخابات الدولة إيه المشكلة بالنسبة لها لما يكون ألف مؤسسة بترائب ما فيش مشاكل نحن بنقول فيه رئيس موجود وفيه واحد اكتمل أوراقه تماما ونزل للمنافسة فالمرأبة مايش في المرحلة دي مايش بالقوة زي أي مرحلة تانية يبقى فيه أكتر من منافس لكن الهيئة الوطنية للانتخابات أرجعت من تم استبعادهم إلى عدم استفائهم الشروط المتطلبة قانونا إضافة إلى تقديم بعضهم طلبات بعد الموعد المحدد وكانت الهيئة أعطى التصاريح لمراقبة الانتخابات الرئاسية لـ 48 منظمة محلية وتسع منظمات دولية لمتابعة الانتخابات التي يؤكد مؤيد الحكومة استفاءها شروط النزاهة والشفافية حتى في ظل استبعاد منظمات بعينها من المتابعة المسألة لتسع منظمات دول أو المستبعدين مش هيخلوا بالعملية الانتخابية ومش هينتقصوا من مزاقيتها لكن اللي عايز يتخيل ده أو يروج لده حتى لو قدوا لكل حاجة لكل المنظمات اللي قدمت للناس اللي في الشارع حتى لو قدوا صفة مرائب لمئة مليون مصري حيشككوا فيها ويخوض الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي الانتخابات أمام مرشح مغمور صدق وأعلن تأييده للسيسي هو رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى ليبقى حجم الإقبال على التصويت هو معيار الحكم على مدى اقتناع الناخبين بالعملية الانتخابية ككل حزب مراغبين رفض الهيئة الوطنية للانتخابات مشاركة النقابة العامة للمحامين واتحاد المحامين العرب وعدد من المنظمات المحلية مراقبة الانتخابات الرئاسية المرتقبة نهاية الشهر المقبل جعل بعضها يشير إلى أن هذه القطوة تجعل من الانتخابات محسومة النتائج ولن تشهد منافسة حقيقية فيما تتمسك الهيئة الوطنية للانتخابات باستحقاق يتمتع بالنزاهة والشفافية محمد عبد الله الحرة القاهرة